نهاردة كمان كان فيه لقاء مرتبط بقى بالافريقيا ومرتبط بالشباب والرياضة لأن احنا بنتكلم تحديدا على كاس الأمم الافريقية نهاردة رئيس الجمهورية كان بيستقبل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي الكاف وكان بحضور وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي طبعا علشان يبقى فيه نوع من الإعداد والترتيب خلال اللقاء ده أنه مصر بتؤكد التزامها بأنها هتوفر كل اللي تقدر ما تستطيعه يعني كل حاجة تقدر توفرها لدعم الاتحاد الاتحاد الافريقي في المقر الخاص بيه في القاهرة علشان يبقى شغال كمقر طبعا بكل وظيفه بأفضل وجه للمهمة وكمان فيما يرتبط بالترتيبات الخاصة ببطولة كاس الأمم الافريقية إن شاء الله